نظمت المؤسسة الطبية الميدانية بالعاصمة المؤقتة عدن بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية الأولية الدورة التنشيطية التوعوية الخاصة بمرض الجذام وبتمويل من منظمة جلارا الألمانية وتهدف الدورة إلى إكساب 20 مشاركة ومشاركة من العاملين في القطاع الصحي بعدن معارف ومفاهيم حول مستوى التحسس التشخيصي في اكتشاف حالات الجذام وتعرف على المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالجذام على مستوى العالم أكد مدير عام الرصد الوبائي بوزارة الصحة الدكتور أدهم عوض على أهمية الدورة التنشيطية في دعم جهود وزارة الصحة بمكافحة السل بالمحافظات المستهدفة مشيرا إلى حرص إدارة الرصد الوبائي لنجاح البرامج التوعوية للوصول إلى الأهداف المنشودة لتخلص من الأمراض المعدية وبمقدمتها السل والجذام مثمنا جهود وتعاون المؤسسة الطبية الميدانية مع مشروع مكافحة اليذام الذي تموله منظمة جلارا الألمانية في دعم البرامج التوعوية الصحية